بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فهذا هو الدرس الثامن والثلاثون من دروس تفسير سورة الفاتحة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في الباب الرابع من المباحث الخاصة بالبسملة وعنوانه البحث عن الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية وقد وقفنا عند المسألة الرابعة من المسائل التي خصصها الإمام لبيان الأسماء الدالة على الوجود حيث يقول المسألة الرابعة في لفظ النفس وهذا اللفظ وارد في القرآن قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وهذا في سورة المائدة على لسان عيسى عليه السلام إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وقال عز وجل ويحذركم الله نفسه وهذا في سورة آل عمران يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فقدته فطلبته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه مسلم في صحيحه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا مع عبدي حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن جاءني يمشي جئته أهرول رواه البخاري في صحيحه ومطلعه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني والخبر الثالث عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتابه على نفسه وهو مرفوع فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي رواه البخاري في صحيحه ولفظه لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي والخبر الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى ومن أجل ذلك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله ومن أجل ذلك حرم الفواحش وليس أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل رواه مسلم في صحيحه الخبر الخامس عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا التسبيح سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضى نفسه وزنة عرشه رواه مسلم في صحيحه عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الخبر السادس روا أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى أنه قال حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يقول الإمام وتمام الخبر مشهور وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وأوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الخبر السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره ثم قال يمجد الله نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى خفنا سقوطه وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به الخبر الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التقى آدم وموسى عليهم السلام فقال له موسى أنت الذي أشقيت الناس فأخرجتهم من الجنة قال آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطنعك لنفسه وأنزل عليك التوراة فهل وجدت كتابته علي قبل أن يخلقني قال نعم قال فحج آدم موسى ثلاث مرات والحديث في الصحيحين وفيه أن آدم عليه السلام قال لموسى عليه السلام أتلومني على أمر قدره الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة الخبر التاسع عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما صحبتموه رواه البيهقي في شعب الإيمان الخبر العاشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة فلا أبالي في أي واد من الدنيا أهلكه وأقذفه في جهنم وما ترددت في نفسي في قضاء شيء قضيت ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت ولا بد له منه وأكره مساءته وهذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وهذا حديث طويل آخره وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته الخبر الحادي عشر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكان حزنه فرحا رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الخبر الثاني عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وأن أكسر المعازف والأصنام وأقسم ربي على نفسه ألا يشرب عبد خمرا ثم لم يتب إلى الله تعالى منه إلا سقاه الله تعالى من طينة الخبال فقال قلت يا رسول الله وما طينة الخبال قال صديد أهل جهنم وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أَوَ مُسْكِرٌ هُوْ قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار يقول الإمام الرازي بعد أن ذكر هذه الأحاديث واعلم أن النفس عبارة عن ذات الشيء وحقيقته وهويته وليست عبارة عن الجسم المركب من الأجزاء لأن كل جسم مركب وكل مركب ممكن وكل ممكن محدث وذلك على الله محال فوجب حمل لفظ النفس على ما ذكرناه المسألة الخامسة في لفظ الشخص عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شخص أغير من الله ومن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدح من الله والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث لا شخص أغير من الله تعالى أي لا أحد وإنما قال لا شخص استعاره وقيل معناه لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعالى يقول الإمام واعلم أنه لا يمكن أن يكون المراد من الشخص الجسم الذي له تشخص وحجمية بل المراد منه الذات المخصوصة والحقيقة المعينة في نفسها تعينا باعتباره يمتاز عن غيره ولتوضيح هذه المسألة أقول جمهور العلماء على أنه لا يجوز إطلاق لفظ الشخص على الله عز وجل وزعم ابن بطال إجماع الأمة على ذلك فقال أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص لأن التوقيف لم يرد به ومن ثم طعن بعض العلماء في صحة هذه الرواية مع كونها في الصحيحين وعدوا ذلك تصحيفا من الرواة يقول الخطابي إطلاق لفظ الشخص في صفات الله تعالى غير جائز لأن الشخص لا يكون إلا جسما مؤلفا فخليق أن لا تكون هذه اللفظة صحيحة وأن تكون تصحيفا من الراوي وتلقى هذا الكلام ابن فورك عن الخطابي فقال لفظ الشخص غير ثابت من طريق السند فإن صح فبيانه في الحديث الآخر وهو قوله لا أحد ثم قال وإنما منعنا من إطلاق لفظ الشخص أمور أحدها أن اللفظ لم يثبت من طريق السمع والثاني الإجماع على المنع منه والثالث أن معناه الجسم المؤلف المركب وقد دافع الكرماني عن صحة هذه الرواية فقال لا حاجة لتخطئة الرواة الثقات بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات إما بالتفويض وإما بالتأويل ومن ثم قال ابن بطال إنه من باب المستثنى من غير جنسه وهو كقوله تعالى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وليس الظن من نوع العلم قال ابن حجر وهذا هو المعتمد المسألة السادسة في أنه هل يجوز إطلاق لفظ النور على الله قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض وأما الأخبار فروي أنه قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما نقل عنك أنك تقول الشقي من شقي في بطن أمه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الخلق في ظلمه ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور شيء فقد اهتدى ومن أخطأ فقد ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى ذكر الإمام أن راوية هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما والصحيح أنه عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما فلعل هذا تصحيف من النساخ والحديث رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى يقول الإمام معلم أن القول بأن الله تعالى هو هذا النور أو من جنسه قول باطل ويدل عليه وجوه الأول أن النور إما أن يكون جسما أو كيفية في جسم والجسم محدث فكيفياته أيضا محدثة وجل الإله عن أن يكون محدثا الثاني أن النور تضاده الظلمة والإله منزه عن أن يكون له ضد والثالث أن النور يزول ويحصل له أفول والله منزه عن الأفول والزوال وأما قوله تعالى الله نور السماوات والأرض فجوابه أن هذه الآية من المتشابهات والدليل عليه ما ذكرناه من الدلائل العقلية وأيضا فإنه تعالى قال عقيب هذه الآية مثل نوره فأضاف النور إلى نفسه إضافة الملك إلى مالكه فهذا يدل على أنه في ذاته ليس بنور بل هو خالق النور بقي أن يقال فما المقتضي لحسن إطلاق لفظ النور عليه فنقول فيه وجوه الأول قرأ بعضهم لله نور السماوات والأرض وعلى هذه القراءة فالشبهة زائلة ذكر الإمام أنها قرئت لله نور السماوات ولم ينسب هذه القراءة إلى أصحابها بل قال قرأ بعضهم وأقول لم يذكر أحد من المفسرين أو من أصحاب الكتب المعتبرة في القراءات هذه القراءة والقراءة الأخرى التي ذكروها الله نور السماوات فعلا ماضيا والأرض بالنصب يقول السمين الحلبي في الدر المصون قوله الله نور السماوات والأرض مبتدأ وخبر إما على حذف مضاف أي ذو نور السماوات وإما أن يكون المصدر واقعا موقع اسم الفاعل أي منور السماوات ويؤيد هذا الوجه قراءة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وزيد بن علي وأبي جعفر نوره فعلا ماضيا وفاعله ضمير الباري عز وجل والسماوات مفعوله فكسره نصب والأرض بالنصب نسق عليه يعني عطفا على السماوات وفسره الحسن فقال الله منور السماوات والثاني أنه سبحانه منور الأنوار ومبدعها وخالقها فلهذا التأويل حسن إطلاق النور عليه والثالث أن بحكمته حصلت مصالح العالم وانتظمت مهمات الدنيا والآخرة ومن كان ناظما للمصالح وساعيا في الخيرات فقد يسمى بالنور يقال فلان النور هذه البلد إذا كان موصوفا بالصفة المذكورة والرابع أنه هو الذي تفضل على عباده بالإيمان والهداية والمعرفة وهذه الصفات من جنس الأنوار ويدل عليه القرآن والأخبار أما القرآن فقوله تعالى في آخر الآية نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وأما الأخبار فكثيرة الخبر الأول ما روى أبو أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله رواه الطبراني في المعجم الكبير عن أبي أمامة الباهلي ورواه الترمذي في سننه عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه وقال حديث غريب والفراسة بالكسر اسم من قولك تفرست في فلان الخير وهي على نوعين أحدهما ما يدل عليه ظاهر الحديث وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون بذلك أحوال الناس بنوع من الكرامات وإصابة الحدس والنظر والظن والتثبت والثاني ما يعرف بدلائل التجارب والخلق والأخلاق فتعرف بذلك أحوال الناس يقول المناوي اتقوا فراسة المؤمن أي اتقوا اطلاعه على ما في الضمائر بسواطع أنوار أشرقت على قلبه فتجلت له بها الحقائق وقوله فإنه ينظر بنور الله أن يبصر بعين قلبه المشرق بنور الله تعالى الخبر الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هل تدرون أي الناس أكيس قالوا الله ورسوله أعلم قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا قالوا يا رسول الله هل لذلك من علامة قال نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود فإذا دخل النور في القلب انفسح واتسع للاستعداد قبل نزول الموت رواه ابن ماجة في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الخبر الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال تلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فقلت يا رسول الله كيف يشرح الله صدره قال إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح فقلت ما علامة ذلك يا رسول الله قال الإنابة إلى دار القلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزول الموت رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان الخبر الرابع عن أنس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمشي في طريق إذ لقيه حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت والله مؤمنا حقا فقال عليه الصلاة والسلام انظر ما تقول فإن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك فقال عزفت نفسي عن الدنيا وأسهرت ليلي وأضمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتعادون فيها أي يسرعون في الخطة فقال عليه الصلاة والسلام عرفت فلزم ثم قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل نور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى هذا ثم قال يا رسول الله أدعو الله لي بالشهادة فدعا له فنودي بعد ذلك يا خيل الله اركبي فكان أول فارس ركب فاستشهد في سبيل الله رواه البيهقي في شعب الإيمان الخبر الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوتا من فوقه فرفع رأسه إلى السماء فقال إن هذا الباب من السماء قد فتح وما فتح قط فنزل منه ملك فقال يا محمد أبشر بنورين لم يؤتهما أحد من قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة رواه مسلم في صحيحه الخبر السادس عن يعلى بن منبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر المؤمن على الصراط يوم القيامة فتناديه النار جز عني يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي رواه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في شعب الإيمان من طريق سليم بن منصور بن عمار قال البيهقي تفرد به سليم بن منصور وهو منكر الخبر السابع عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم بك نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم اجعلني من أفضل عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه اليوم من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو بلاء تدفعه أو سوء ترفعه أو فتنة تصرفها رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن سبرة قال كان ابن عمر إذا أصبح قال اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه الغداء أو نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو بلاء ترفعه أو فتنة تصرفها فالشق الثاني من هذا الخبر موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما وأما الشق الأول فقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة في سننهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور الخبر الثامن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أهل الجنة فقال أهل الجنة شعث رؤوسهم وسخة ثيابهم لو قسم نور أحدهم على أهل الأرض لوسعهم وهذا الحديث لم أجده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت معناه عند أبي داود في الزهد عن كعب الأحبار وعند البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة مرفوعا وهو الحديث التالي الخبر التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا وإذا قالوا لم ينصت لقولهم حاجة أحدهم تتلجلج في صدره لو قسم نوره على أهل الأرض لوسعهم رواه البيهقي في شعب الإيمان الخبر العاشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول نوري هداي ولا إله إلا الله كلمتي فمن قالها أدخلته حصني ومن أدخلته حصني فقد أمن رواه العقيلي في الضعفاء الكبير من طريق وهب بن راشد عن فرقد السبخي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال العقيلي وهبو ابن راشد عن مالك بن دينار وعن فرقد السبخي منكر الحديث لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله الخبر الحادي عشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بكلمات الله التامة وبنوره الذي أشرقت له الأرض وأضاءت به الظلمات من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن درك الشقاء وشر قد سبق وهذا الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد وردت بعض ألفاظه في أحاديث عدة الخبر الثاني عشر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم مجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا والحديث مشهور وأقول هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم مجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع